بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مودان البيوت عاملة بالضبط كده زي الكعبة لحسن الأخلاق فيها أنوار ربنا وفيها تنزلات ربنا وفيها بركة ربنا فيها أسرار وجعل بينكم مودة ورحمة فين؟ في البيوت البيوت دي اللي فيها صدقات الأخلاق اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال واللقمة ترفع في في زوجتك صدق البيوت دي اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر البيوت زي ما أنا قلت لكم كده البيوت في الحياة زي الكعبة في الحج البيوت هي كعبة الأخلاق ولي زيك اللي عايز يعبد ربنا عبادة صح يعبد ربنا في بيته وعشان كده في حاجة اسمها أسرار البيوت وأسرار البيوت دي ممكن يكون معناها أسرار البيوت يعني المدد والأسرار والألطاف والجمال اللي ربنا بينزله في البيوت وممكن تكون أسرار البيوت معناها أني الحاجات اللي ما بحدش بيحب أب من أهل البيت أن هي يتطلع عليها حد تاني إحنا النهاردة الجليس بتاعنا هو أسرار البيوت وأسرار البيوت دي حاجة كتير جدا 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 ممكن توجع الناس لو فرطت فيها وعشان كده لازم نحافظ عليها وعشان كده هتكلم مع حد من أولادي وبناتي عندهم زواج لطيف وأنا طول عمري بحب هذه العلاقة ما بين السيدة أمينة رجدي والسيد محمود خيري بس هيكون معنا الأستاذة أمينة رجدي إزايك أستاذة أمينة؟ إزاي حضرتك وإزاي الصحة؟ كويسة الحمد لله وإزاي السيدة صفية؟ كويسة الحمد لله السيدة الصفية دي بنت حضرتك صح؟ آه طيب خلينا أسألك شوية أسئلة عن مسألة أسرار البيوت تفضل أنت شايفة أن الناس دلوقتي زي زمان في الحفاظ على أسرار البيوت؟ لا استراحة خالص لا استراحة خالص خالص ليه كده؟ طيب إيه؟ ليه؟ 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 ليه بتقولي لا استراحة خالص؟ لأن حسن بقى فيه نوع من أنواع مش عارفة يمكن السوشيال ميديا سبب من أسباب أن الواحد بقى ياخدها وسيلة للتعبير عن أي مشاعر حتى الخصوصية فبقت الموضوع بيسهل على الإنسان إحساسه بعدم الزنب أن هو يفشي أسرار البيوت ويمكن آه يعني والله حضرتك قلت لنا حاجة لطيفة قوي ويمكن دا أوقت يفسر لنا حاجة حاجات إحنا بنشوفها هو ليه الناس بقت أنا بسميها الأسرة شير يعني الأسرة كلها على السوشيال ميديا فإيه أهم مظاهر إفشاء إفشاء أسرار البيوت عندك؟ هو يمكن يمكن تكون دا حاجة منهم السوشيال ميديا أو الواتساب أو أي نوع من أنواع التواصل الإجتماعي دا اللي بقى خلى الناس زي ما بقول حضرتك يعني الإحساس بالزنب أو الإحساس بالتفكير أنه هو دا غلط أو أن أنا أفكر قبل ما أقول يعني زمان لما كانش فيه سوشيال ميديا كان واحد بيفكر قبل ما يكلم مثلا يشتكي أو يتكلم يقول أو يتبقى يعني كانت البروسيس أصعب شوية دلوقتي إن شاء الله أنت حطيت لنا تفرقة دقيقة جدا تفسر لنا حياة كتيرة أن الناس لما كانوا بيحكل بعضه مباشرة كانوا ممكن يخافوا أن فلان دا يستخدم السر دوت إيه ضده لكن عدم وجود هذه المباشرة خلقت الناس تتجاوز في مسألة إفشاء أسرار البيوت هل دا صح؟ يعني آه دا أنا أقصده لأنه كله وراء الشاشة في الآخر يعني يوم الإنسان ما بيشوفش لما بتكون الطريقة الحوار وش الوش بتكون أصعب أو بتخلي الواحد يفكر لكن بالوقتي أنا قاعدة وراء شاشة غزن عني مخي ما بقاش بيفكر في إنه لا دا هيقول إيه طب هتبستري إزاي مش فارق أنا بقوله خلاص أو بكتبه خلاص فالموضوع بقى أسهل بس بس أضراره أسعد أضعاف أضعاف أضرار طب أسألك سؤال حضاك حضاك بتشتغلي مع أولياء الأمور وكمان عندك بيت حضرتك إيه أهم أضرار إفشاء أسرار البيوت آآ لا كتير يعني لأن هذا بقى يعني ممكن يكون بنأذي كل اللي حوالينا وأحنا مش راهبين بالنا سواء مثلا لو هنتكلم على الأولاد طبعا إزاي اللي دا بيأثر عليهم إحنا بنبقى دايما فاكرين أو حطينهم في خانة أنهم عيال يعني صح يعني مش هيتأثر دلوقتي أو بقى ويكبر ويبثم في حين أن أصلا يعني الأولاد دي أكتر حاجة لسه فيها فطرة ربنا اللي لسه ما تلوثتش بحاجات كبيرة صحيح وما أفهم الناس أصلا فما سألت إن الأولاد لما يتطلعوا على بوست كتابتهم ومميتهم ولا حاجة دا بيبقى مؤس جدا جدا بالنسبة له طبعا طبعا طيب ويبقى أثر عليهم وعلى حياتهم وعلى طريقة تعاملهم مع الناس وطريقة نموهم أصلا ككل حاجة بس والزوجين بيبقى دا تأثروا إيه عليهم طبعا سلبي جدا لأنه برضو بيبقى يعني أنا أقول لها حضرتك الحاجة حتى لو أنا مثلا بشتكل حد قريب مني مثلا كأهلي أو أبوي أو أمي أو أختي هما ممكن في الظاهر دول أكتر الناس هيخافوا عليهم طبعا صحيح ولكن أنا ممكن أتخانق معجودي وأحكي المنطق أو أحكي الأختي أو أحكي وهم هيفضلوا شايلين بس أنا أنا الصالح وهم غزل عنهم هيفضل لسه في الحتة الصغيرة اللي هما تأثروا إنه هو زعل بنتي أو صحيح أستاذ أمينة أنا شاكر لحضرتك جدا جدا وجودك معانا وكل الأفكار المهمة اللي حضرتك تفضلت بيها والكلام عن أسرار البيوت أنا عارف إن الكلام اللي احنا قلناها كلام لمس جانب بس من مشكلات أسرار البيوت ولكن عن تكلم وعنفسر وعنوضح كمان كلام أكتر عن أسرار البيوت شكر لحضرتك أستاذ أمينة شكرا لحضرتك شكرا لك يا جماعة أسرار البيوت في الحقيقة الأسرار هي اللي بتهدم الأسوار البيوت ليه حصون ربنا اللي حصنها وربنا اللي خلاها مصانة إنما أسرار البيوت ده يا سادة الشخص لما يتعامل مع أسرار بيته بتهاون هو لازم يعرف تلات حاجات أنت لما تتعامل باتهاون مع أسرار بيتك أنت الحقيقة ما تعملتش بتهاون مع خبر أو مع فكرة أو مع إحساس أنت تعاملت بشكل واضح وخاصة في مع الستات أنت تعاملت مع العرض يعني ما تعملت مع العرض فهي الحديث الرسول اللي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عارف العرض عند الناس جزء من العرض عند الناس هو أسرارهم هو خصوصيتهم وإنت لما بتتجاوز ده إيه اللي حاصل؟ ده بيحصل وكأن الإنسان حصل له تعري أو الله؟ عارف الشعور اللي بيبقى عند الناس لما يفشوا أسرار بعض عارف إيه؟ بيبقى كأنه عند الشخص اللي عارف السر ده كأنه بقى عاري ولو افترضنا أن السر ده تبقى على السوشيال ميديا الإنسان بقى عاري وصاد الناس كلها ده الشعور اللي بيحصل له شعور بالخزي شعور بالعار شعور بالإهانة شعور بالإلة ليه ده كله؟ عشان شخص ما قدرش يحتفظ بسر هو إيه السر؟ السر هو ما يكره الشخص أن يطلع عليه غيره أيا كان بقى حتى لو سر مثلا أنه هو مش عايز حد يطلع على أنه عنده عيب معين في جسده أو عنده مثلا لدغة بتظهر لما يتعصب كل دي أسرار مش لازم اللي واحد يبقى يبقى السر معناه الكلام عن الفراش كل دي أسرار ولذلك حضرة النبي حطينا معنى معنى يتعلق بإن إيه؟ بالبهتان قالوا أن البهتان ده أن تقول حاجة هو بيكره أنها تطلع عليه ويسميها بهتان فيا سادة زمان قالوا أن البيوت أسرار لدرجة أن الستات البيوت كانوا بيعتبروا أن نعيب تقول هي هتاكل هي وزوجها وأولادها إيه وتخيل يقولوا إيه؟ أصل الأكل ده عورة آه فيهمت بقى؟ هم عايزين يقولوا إيه؟ دايماً تعبيرات الستات لازم تكون دقيقة معا أصل الأكل ده سر بناكل إيه؟ بنشرب إيه؟ ده سر عشان ما يبقاش حالتنا المادية معروفة للناس ودي حاجة تمس جزها ولذلك المصرين بيقولوا ما تحكيش همك لحد عشان لو بيحبك هيزعل عليك لو مش بيحبك هيبقى يشمت فيك فلذلك إفشاء أسرار البيوت بيعرضك لكتير قوي مشاكل من أهم هذه المشاكل لابتزاز تكفي عين نظرة واحد لما تيجي أنت تقول حاجة يقولك أنت تعمل فيها كويس يعني ما أنت حكي لي ما عرفش إيه فلو حد راح يحكي سر حصله في بيته لشخص تاني فلازم يكون بيحكيه عشان يساعده لازم يروح لخبير لمتخصص ما يروحش يحكي لأي حد لأنه هيتندر بيه وهيتكلم بيه والكلام ده تتطور لغاية ما الناس تحب تعرف عنك أسرار والناس نفسهم الأمارة بالسوء مجبولة على حب التعرف على الأسرار وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن الواحد لما يحفظ السر ده صاحب حياء وحضرت النبي يقول الحياء لا يأتي إلا بخير فلزيك أنت لما تستحن أنت تحكي أسرارك للناس فالحياء لا يأتي إلا بخير فلازم وإحنا بنحكي شيء لازم نكون بنحكيه عشان ناخد المشورة والراعي طريقة كلامنا ونعرض على قد المشكلة على قد زي بالزبط لما نروح للجراح بيفتح على قد الجرح ما نزودش ونتحرى أن احنا ما نتسهلش في مسألة الحكاية دي ونحافظ على خصوصيتنا لأنه مش من الحكمة أن احنا نسأل أي حد عن أمورنا الخاصة وخاصة في السوشيال ميديا أنا أعرف حالة واحدة أظهرت سرها مع جوزة فكان بتسأله الأفكار والأراء وصلت لغاية ما تحط له سم في الأكل أعوذ بالله يعني إفشاء الأسرار ممكن يوصل الناس إلى التعاون على الإثم والعدوان يبقى خصوصيتنا لابد أن احنا نرعيها وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إلي ثم ينشر سرها وعشان كده لابد أن احنا ما نبقاش من شرار الناس وكمان لازم ما نجيش نحية إن احنا نطلب من أي حد نعرف سر بيت حد تاني إحنا كمان ما نطلبش إن احنا نعرف أسرار الناس لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه طلب الله عورته حتى يفضحوا في جو في بيتي وفي رواية في بيتي يبقى إحنا لازم نعرف ده ما تروحش تطلب معرفة السر حد ليه؟ الأسرار دي أعباء ما تحب ما تحولش تسمع سر حد وما تحولش تعرف ده أوعى بقى الشيطان يقول لك ثلاث حاجات يقول لك اسمع أسرار الناس أوى الله العظيم الشيطان ونفسك الأمر بالسوق والله بتتلاعب بالأسرار اللي يبقى حريص على إنه يسمع أسرار الناس تحصل له ثلاث مصايب المنصوب الأولين إنه هو بدل ما يغير نفسه إيه اللي حاصل؟ نفسه الأمر بتقول له شوف أسرار الناس عشان إيه؟ تهون عليك بلوتك لا إيه مش هتهون عليك بلوتك هي هتزيد عليك والعاذ بالله نكبتك وهتبقى إنت كسول إنه إنت تغير من نفسك وهتبررك السوق اللي إنت فيه إيه و هتعمل كده؟ الحاجة الثانية إنه اللي بيطلع على عورات الناس ده أكتر حاجة بتمحق البركة في الحياة ليه؟ بيحس إن فيه إن المجتمع ملوس و إن الناس مليانة مصايب فإيه اللي حاصل؟ فقلبه يسود الحاجة الثالثة اللي بيحصل للي بيتتبع أسرار الناس و يطلب أسرار الناس إيه اللي حاصل؟ يهون عليه سره يقول ما كل الناس بتحكي والثلاثة أخس من بعض أنت ربنا سبحانه تعالى يسترك و أنت تكشف سات ربنا عنك طب نعمل إيه عشان نرجع لده؟ نعمل إيه عشان نرجع من كل ده؟ أول حاجة بدل ما تكشف سرك اتكلم و تحاور مع أهل بيتك خلي فيه نص ساعة تتكلم مع أهل بيتك مش محتاج تكشف أسرار الحاجة الثانية اعمل حاجة مشتركة بينك و بين أهل بيتك عشان تغير السر اللي أنت يعيني كابس على نفسك و مش قادر تعمله اعمل نشاط معه و لما يبقى عندك إحساس أنت عايز تتكلم عن أسرارك إيه اللي حاصل؟ اكتب مذكراتك و حاول تكون صاحب حكمة بس الكلام ده ما حدش يطلع عليه غير لما تروح لو كنت روحت المتخصص تبقى فاكر أنت عايز تعرضه وتسأله عن إيه و بدل ما تحول السر إلى حاجة خبر عايز تنقله حوله إلى تساؤل اسأل نفسك السر ده أعمل إيه عشان يتحول من كونه شيء بيوجعني إلى كوني شيء بيسعدني الأسرار فيها أسرار اللي يكتم السر ربنا يفتح بصرته و ينور بصرته و عشان كده تعالوا ندعي و نقول اللهم يا من جعلت في حياتنا أسرارا اجعلنا يا ربنا نطلب فيها الأنوار و اجعلنا يا ربنا من حفاظ الأسرار و اجعلنا يا ربنا ندخل تحت سترك و لا نهتك سترك علينا بمحبة أن ينظر إلينا الناس و أن ترمقنا الأبصار اللهم اجعلنا دوما في سترك و لا نفشي سرا أبدا جعلته بابا من أوابي نعمة حفظك لنا يا رب العالمي يا رب اجعلنا دايما في سترك و اجعلنا نحافظ على أسرارنا يا رب العالمي بعد الفاصل نلتقي و أسألتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره فانتظرونا رجعنا لحضراتكم و معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم والمباركة اللي احنا بنخصص له وقت زي ده نجاوب على أسئلتكم و كمان ناخد كمان ترشحتكم لحلقات الجليس النهاردة أول سؤال في حلقتنا النهاردة من حساب سارة علي بتقول بالله عليك يا شيخنا بنتي عنيدة جدا جدا ومش عاوزها تتحجب وبتصلي بالعافية رغم إنها كانت غير كده هي عندها خمستاشر سنة وإحنا بنغصب عليها تلبس الحجاب هنا بقى أنا شويتين تلاتة بقول لأي حد بيفتي هنا إحنا في الحقيقة مش محتاجين فتوى قد ما إحنا محتاجين نصيحة محتاجين استشارة محتاجين إرشاد أسري بوسي ستي إحنا كلنا عندنا ست شرايط منها شريط في الطفولة اسمه الطفولة المتمردة كلنا مش بنتك بس اللي هي مراهقة بس بيكتر أو استخدام شريط الطفل المتمرد ده مع المراهقين ولذلك لازم نغير من طريق تربيتنا لأولادنا أول ما يبتدوا مراهقة والمراهقة مش هي اللي بعد خمستاشر وستاشر سنة المراهقة دي يعني مراهقة البلوغ يعني إحنا بنتكلم على تمانية وسبعة وتسعة لغاية ما نوصل عشر وانت طالع بقى طب نعمل إيه بقى هنا بقى أحاديث رسول الله تبين لنا حاجات جميلة جدا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرتو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم بتحكينا فكرة أنه كان كثير الإنصاط لدرجة أنه كان يسمع الصحابي حتى يكاد ينعس بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فالصحابة يقول للصحابي أنت بقى بتكتر على رسول الله فيقول تاعه حتى ينتهي من كلامه دي أفضل حاجة تعمليها مع بنتك أن أنت تسمعيها وانا مش بقول لك تبقى هي صاحبتك بمعنى ان انت تحكي لها الاسرار والحاجات اللي هي مش مفروض تسمع لكن انا بقول لك اسمعيها اولادنا كتير بيبقى بيتمردوا علينا يعني انتو مش هتسمعونا طب احنا هنعمل اللي في دماغنا طب نعمل ايه بقى انا زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عمل مؤخة انا عايزك تعتبر بنتك دي اختك اللي انت بتقدري عقلها وبتحترميه فتعملي ايه بقى تسمعيها يبقى اول حاجة تعمليها عشان بنتك تبطل هذا الامر ان انت تسمعيها اسمعيها هي مش عايزة تلبس الحجاب ليه سأليها سأليها قولي لها بنتي انت مش عايزة تلبس الحجاب ليه هتقولك انا انا مش عشان شكلي وخايفة ان منظري بقى وحش وبنات عليها وبنات تنمروا عليها في المدرسة ومعرق اسمعيها لان الكلام اللي بتقوله ده حقيقي وانا عايزة اقولك حاجة انا بحب ان الناس تختار العبادة مش معنى كده ان احنا مش عندنا مسئولية لكن مسئوليتنا بتفرض علينا ان احنا نخلي اولادنا يعملوا العبادة بما يدخل الى قلوبهم طب يعني ايه يعني نسمعهم ونتكلم معاهم وما فيش مانع ان احنا نجيب حد لو ان حد احنا مش قادرين نكلمهم نخليهم يكلمهم متخصص بس اهم حاجة اوعي تخسري بنتك لان بنتك لو ان هي ما تحجبتش هتبقى عندها معصية لكن لو انها بقى اتعقل وليديها عاملة كبيرة وهو تكون يعوني لشيطان بنتك ولا يعوني لنفس بنتك على ان هي تترك برك فلزاي كده انت لازم تساعديها وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا مع بنتك يبقى اول حاجة تسمعيها اجعلي لها وقت كل يوم تسمعيها تاني حاجة اللي انت شايفيه ده حاول تطوري من افكارها اللي هي بتقولها لك انت بتقولي عنيدة جدا طوري افكارك طوري افكارك وعشان كده يبقى اول حاجة تاني طوري افكارها واعرض عليها واقترح عليها تالت حاجة ادعي لها في كل صلاة من صلواتك عشان العند ده يقلي احنا لو بطلنا الوالدية يعني بطلنا السلطة العليا الاولاد عايبطلوا التمرد السؤال التاني من حساب محمود صبحي بيقول ما حكم التناوب بين الموظفين في الحضور للعمل شيخنا الفاضل الكلام ده وقت بي نرجع فيه للإدارة الاعلى يعني انت لو الإدارة بتاعتك هي عندها تفويد ان هي تعمل كده ان هي تعمل تناوب ما بينكم في الحضور وخاصة في ظل كورونا ده اه ده جائز لكن لو ان انتو عملتوا فيما بينكم ده بعيد عن الإدارة فلا ده غير جائز غير جائز ليه لان الإدارة هي المسؤولة عن وضع النظام واللائحة اللي انتو بتلتزموا بيها يبقى احنا لازم نرجع للإدارة ليه لان هو الشخص ده هو المسؤول عن رفع التقارير التي تدل على التزامك بعقد العمل اللي بينك وبين المؤسسة اللي انت فيها يبقى مين ده مين اللي بيقولك ان ده يدخل في العقد بتاعك او ما يدخلش في العقد بتاعك ان ده صح من جهة اللوائحة وغيره رئيسك في الشغل فرئيسك في الشغل اذا وضع الكلام ده ووضع التناوب اه يجبوش شرعا ان انتو تتناوبوا ولكن هذا بترتيب من الإدارة الأعلى لك ما تعملوش انتو بينكم الكلام ده وات ليه لان الاصل ان احنا بنحضر كل الأوقات فاذا فاذا الرئيس الأعلى شاف ان التناوب أفضل بيكون التناوب ده جائش شرعا وليس فيه مشكلة السؤال التالت من حساب ريهام عزمي بتقول ممكن يا شيخ تتكلم عن الرفق بالحيوان بدل أزيتهم وتعذبهم والله عندك حق وانوعت حضرتك ان احنا نعمل حلقة او اكتب من حلقة عن مسألة الرفق بالحيوان مش بس الرفق بالحيوان ان نتعامل مع الحيوان على انه مخلوق لله وانه عبد مخلوق من مخلوقات الله ومعنى ان هو مخلوق من مخلوقات الله ان التعدي عليه هو نوع من انواع التعدي على مراد الله مراد الله سبحانه وتعالى كان موجود ونزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أول الأمر في الكلام عن الكلاب قال فأوحي الله انها أمة من الأمم وبعدين شوف كده ده في حد دخل الجنة في كل وفي امرأة عاهرة دخلت الجنة في ايه في كل لأنه ساقته وجاته عطشان فقال اللي اتنين ساقوا الكلب فيه روايتين عن امرأة هرة وكذلك عن راجل من بني إسرائيل ليه طيب زي ما دخلت امرأة النار في هرة ايه حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكلوا من خشاش الأرض عارف ايه عارف ربنا خلى الحيوانات موجودة ليه خلى الحيوانات موجودة عشان قلوبنا ترق مش عشان قلوبنا تحس بالإيجو وبيه أنه هو إنسان له سلطة على سائل المخلوقات ولذلك إيه و هتفهم أن الله صلى الله عليه وسلم لنا ما في الأرض جميعا ده خلنا آلهة لا والله خلنا عبيد نحس بنعمة ربنا علينا فوقع تأذي حيوان لأن الحيوان أصلا إذا أنت أذيته بيكون علامة على أن قلبك قاسي و أنك ما فهمتش السر اللي من أجر ربنا سبحانه وتعالى سخر لك هذه الحيوانات الحيوانات دي أعظم أبواب الرحمة حضرة النبي يوقف الجيش و يخلي الجندي ينتظر لغاية ما يلاقي يرجع أطفال الهرة لأمهم الله أكبر الله أكبر على حنانك يا رسول الله سيدنا النبي حنين فلازم إحنا كمان لو عايزين نتبع حضرة النبي لازم نبقى حنينين حتى على الحيوانات لأن الحيوانات دي هي الرسالة من رسل الرحمة اللي ربنا خلقها عشان نعيش بيها السؤال اللي بعد كده من حساب عبد الحميد يولي يا مولانا عندنا المؤذن بيصلي على النبي بعد الأزان الله يرضى عليه إمام المسجد الجديد منع المؤذن ربنا يسمحه منع المؤذن بالصلاة على النبي و قالوا ما ينفعش تصلي على النبي في الأزان كان المؤذن يقول و صلى الله على سيدنا محمد منعه من ذلك الله يسمح الإمام الجديد ده و يبدو الله أعلم الشخص دوت و في حد يمنع الناس من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ده الناس كده بيطبقوا سنة رسول الله اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا لما نسمع المؤذن إيه اللي يحصل نقول مثل ما يقول المؤذن ثم نطلب الوسيلة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم و في أكثر من إن إحنا نقول اللهم صلي على سيدنا محمد يا بق الراجل ده كان بيعمل إيه بيعمل سنة رسوله الله سلم إنه و يصلي على حضرة النبي و مين اللي علمنا الأزان ده و مين اللي فتح لنا باب اللقاء الله سبحانه وتعالى مش حضرة النبي أقل شيء أن أنت تحس بأنواره و بجماله فلذلك الصلاة على حضرة النبي ده من المستحبات الصلاة على حضرة النبي بعد الأزان ودي من المستحبات ودي من العادات الرائعة الرائقة الفائقة المنورة اللي كانت عند المصريين وإحنا يبقى عندنا حلقة عن هذه العادة قريبا عن العادة وعادة الصلاة على حضرة النبي بعد الأزان عادة جميلة وتفتح عليك أبواب الدخول على الله كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ده باب من أبواب المحبة باب من أبواب فتح حضرة مولاك سبحانه وتعالى ولذلك ما كانت شريحة أخونا الإمام المسجد الجديد ده لا إحنا بنصلى على حضرة النبي لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو باب الجنة يحرق حلق الجنة عشان يفتح به بحضرته صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة السؤال اللي بعد كده من حساب محمد كرب يقول السلام عليكم هو كان لي يا صاحب وتخنئنا بأن اتنين مش عارف اتنين إيه يبدو اتنين يوم اتنين ده ده حرام أن أعطع المدة دي ولا أنا خايف يكون سنتين على الهموم يا سيدي أنت لازم تعرف ببساطة خالص أن الشخص الخير الطيب الجميل هو اللي فيه مسحة كده من أنوار حضرة النبي ليه مسحة سرعة الفيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعه الفيء يعني بيرجع بسرعة بيسامح بسرعة ولزيك فكرة أنه فيه ثلاثة أيام يقبلوا هذا فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا يتقابلان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وبعد كده حضرت النبي أي وخيرهم الذي يبدأوا بالسلام أهو ده أشكل من أشكال إفشاء السلام بينكم مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنا عايزين ندخل الجنة نفس السلام بيننا نفس السلام بيننا مش أننا أقول له سلام عليكم بس إننا بأسليم الصدر لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدثون يعني أصحابي فإني أريد أن ألقاهم سليم الصدر فأنت بتقول إننا احنا تخنئنا يا أخي سلم عليه وأقبل أقبل على الله سبحانه وتعالى في محراب صديقك اللي أنت عيبين فيه صدقك وكرم أخلاقك أقبل على الله ولا تخفوا دوة ثوابه عظيم جدا أن تصل من قطعك أن تصل من قطعك هو دوت هو ليس الواصل والمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه ووصله ده مش بس في الرحم في كل العلاقات الشخص اللي ربنا سبحانه وتعالى يعتبره واصل هو سموه واصل ليه لأنه بيوصل للذي بينه وبين الله لأن صديقك ده ده محراب بتعبد الله فيه وعشان كده إلي حاصل لو إنك إنت عدت إليه يبقى أنت دليل ده أن أنت عندك واصل مع الله سبحانه وتعالى سؤال من حساب حسين مجدي بيقول يا شيخ هو الحب حرام حتى لو صغير في السن 14 هو بيقول إيه طبعا أنت لازم تفهموا هو بيقول كده ليه هو بيقول كده عشان تفهم السؤال مهم جدا اللي هو إيه بيقول لي حتى لو الحب ده مش هعامل فيه إلة أدب يعني لا هو إيه علاقة الحب اللي تقدر إذا كان الحب ده وتعبارة عن ميل للقلب مع تمام الأدب مع تمام الاحترام مع تمام الأخلاق المشاعر دي ما حدش يقدر يحرمها لكن الحرام الأثار بتاع المشاعر دي الحب ده صفة ومعنى وقيمة جميلة في حياتنا ولكن أنت لازم تعرف أن القيمة دي المجتمع والبيئة بدأوا يفسروها تفسيرات سيئة يخلوا أن الحب فيها مش أنك تحب أن ترحم حبيبك ولا تحب له الخير ولا تحبه يكون في أجمل صورة لكن لا الحب هو أنك أنت تعيش معاه في حالة جسدية لا مش هو ده الحب الحب أرقى من كده وأحلى من كده لكن لما يبقى في الجواز بيبقى دوة ربنا بيفتح باب بقى من أبواب السعادة والهنى واللزة بتكون مرعية من الله سبحانه وتعالى ولذلك عشان ما نتعبش أولادنا ما تجوش تقول لهم عن حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بيها أبواب الرحمة وأبواب الخير والجمال إنه يدي حرام بس لازم نحذرهم إن في ممارسات غير جيدة مش غير جيدة بس غير منورة ممارسات مظلمة في مسألة الحب إن الحب يعمل إيه؟ يرخص لنا سوء الأخلاق ويرخص لنا عدم حفظ حفظ العورات ويرخص لنا كمان عدم حفظ الفروج ويرخص لنا إيه و هتعمل كده؟ إنت كده لوست المعنى الراقي المحترم إذا ده كان برا الجواز لكن جوه الجواز ربنا سبحانه وتعالى بيكرم وبيفتح وبيخلي حتى الحاجات دي باب من أبواب تمتين وتعميق الحب في الجواز فعشان كده عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى وما نعملش ده ويه الحب تسألني الحب هو ده حرام إذا كان ده ميل القلب أو ميل المشاعر فلأ وعليك إن انت تكون عفيف الحب يولد فيك العفة وإزايك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حب فعاشق فكتم فمات مات شهيد يبقى كده بعد كده نقول إيه إن الحب حرام لا الأثار غير التي لا تراعي أحكام الشريعة هي اللي هي تبقى حرام السؤال بعد كده من حساب نهاد الحداد توفت أختي بكورونا وولدت تقول سبب وفاة دخول المستشفى أعوذ بالله ما فيش حد بيتوفى إلا بأجله الكلام ده مش صحيح هي كل الحكاية بس إن هي شديد عليها الفراء ولذلك إيه اللي حاصل ندعي لها ونبعت لها الهداية وكل ما نعمل طاعة من الطاعات نقول اللهم هب مثل سواب طاعاتنا ليه أختنا أو لبنتي هو ده الواجب اللي علينا لكن كل واحد بيموت بأجله مش بيموت بسبب حاجة تانية السؤال اللي بعد كده من حساب حسين مجدي بيقول حضرتك أنا الزوجة الرابعة زي حسين مجدي والزوجة الرابعة ماشي عشان تعرفوا أنا إيه بقول من حساب مش بقول إن فلان حسين مجدي بيقول حضرتك أنا جوزة الرابعة واعدة فيت عائلة زوجة الرابعة واعدة فيت عائلة ومرات ابنه الكبير ابنه كبير ابنه اللي هو جوزة يعني ابنه كبير مش سيبني في حالي ومش مرتاح بصي يا ستي احنا حاجة من اتنين لو ابن لو ابنه الكبير ده بيحاول يديقك وبيحاول يزيكي وبيحاول يكدرك لان هو شايف بقى ان ابوه بقى كفيا كده بقى انت ما توقعيش بينه وبين ابوه لكن حاولي بقدر الامكان تجدي بيت مستقل انت من حقك ان انت تبقى في بيت مستقل وهي في الاخر خالص هترسى على ده اما تروح في بيت مستقل او هتفضل المناوشات دي على طول فالصحيح ان انت تروح في بيت مستقل هو ده الحل ليه طيب عشان نخرج من كل هذه الاشياء اللي انت تعبانة منها ومن حقك ان انت تكون في بيت مستقل انا بقول كده ليه بقول كده لان اللي تجوز هو يتحمل بقى ان البعد المسائل لان مش من مش من الشرع ان في حد يأذي حد اذا كان ابنك فعلا الكبير ده بيأذيها فعلا وان احنا شفنا ده كتير ليه لانه بيغير على امه بيغير على امه اللي هو الزوجة الاولى او بيغير على امه الزوجة التانية او بيغير على امه فهو شايف ان انت اعملت ايه خليتي ابوه يخونك معه هو فاهم كده مش فاهم ان ده الشرع الشريف ولذلك انه حاصل انت على طول ابعدي وخلي وخرج من بيت العيلة ده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير والسلامة والتوفيق وكتير اوي 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 ذكريه بالله عشان الله سبحانه وتعالى يحب الرحمة والراحمون يرحمهم الرحمن وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا اتكلمنا عن اسرار البيوت وخلي بالكم ان كل ما حد بيحفظ سر بيته كل ما بيزداد ستر ربنا عليه اللهم اننا نسألك ان تجعلنا من اهل الستر الدائم ولا تكشف عنا سترك يا رب العالم وعلمنا حسن الادب معك بان نستر انفسنا قبل ان نسألك سترنا ان نستر انفسنا بان لا نفضح انفسنا ونهتك سترك علينا بان نفشي اسرارنا اللهم علمنا حسن الادب معك وعلمنا رؤية جمال سترك لنا وحفظك لنا بان سترتنا وعلمنا يا ربنا كيف نكون من اهل تحصين البيوت من عدم كشف استارها ومن عدم رفع سترك عنها يا رب العالمي يا رب الهمنا السدادة في القول وفي العمل والهمنا الرشد والهمنا حسن العشرة مع اهل بيوتنا بحفظ اسرارهم يا جميل يا ودود يا رب العالمي يا رب العالمي اشتركوا في الق concerts شكرا